قضيت أكثر من خمسين ساعة أبحث على النت عشان أجيب ليكم أحسن المواقع المجانية تحملوا منها موارد تستخدموها في سنع فيديوهاتكم تحت هذه التصانيف فيديو صور، موسيقى، مؤثرات صوتية، VFX، خطوط بعد ما تشاهدوا هذا الفيديو بتعرفوا وين تروحوا لكل نوع من الموارد عشان كل فيديو تنشؤوه تخلوه مشوق أكثر ويكون عليه تفاعل من جمهوركم المستهدف وفي نهاية الفيديو راح أذكر شوية بونس وأدوات مساعدة لتحرير الفيديو والصور نبدأ بالفيديو والصور أعرف أن دولة الموقعين ذكرتهم من قبل، بس صعب ما أذكرهم في المرة الثانية لأنه عندهم مجموعة كبيرة ومتنوعة وبدقة واضحة هذول الموقعين صاروا المصدر الأول إذا بغيت أدور عن مواقع أو صور لفيديوي ثاني على الليستة، بنترست إيه، بنترست، راهنا بعشر ريال أنك ما توقعت تشوف على القائمة بناء على نتائج بحثك، بيجيب لك نتائج مشابهة وهو أيضاً المكان المناسب للبحث عن ميمز PIN BNG موقع مجاني آخر، فيه آلاف الصور واللوغوز بصيغة BNG جاهزة إليك تصنيف VFX موقع Action VFX، هذا الموقع يحتوي على مجموعة من VFX عالية الجودة لللي بيشتولوا في مؤثرات الفيديو والعاملين في إنتاج الأفلام هذه الأدوات تقدر تحملها بصيغة 2K هناك أيضاً أنواع عدة للمؤثرات برق، أصوات الماء، متفجرات، تقدر تحمل هذه الأشياء من القسم المجاني عندهم الموقع التالي Premium Beat، المدونة بلوغ، هذا الموقع مرة رهيب لشغلات تحرير الفيديو فيه Motion Graphics، خلفيات متحركة، فيه انتقالات بين المقاطع Transition، LUTs بس خسارة صارة وما يحطوا أدواته الحين، آخر مجموعة كانت من سنتين وشوي وهو بالأصل مدونة لأخبار ونصائح في برنامج، في برامج تحرير الفيديو ننتقل لتصنيف صوتيات ومؤثرات صوتية موقع freesound.org يعتبر مكتبة كبيرة من الأصوات والمؤثرات الصوتية للتذكير، هذه التراخيص علامة الصفر ما يطلب بنسب علامة الشخص يطلب بنسب والثالثة يطلب وممنوع تستخدمها في فيديوهاتك اللي عليها الموقع التالي هذا الموقع يلم مجموعة كبيرة من الأصوات الضريفة واللي تستخدم كميمس في التيك توك، أغلبها جاية من هذا الموقع تصنيف الموسيقى بيكس بي موقع بيكس بي مو متخصص بس في الموسيقى أيضاً فيه أشياء ثانية مثل الصور والفيديو لكن حطيته في التصنيف لأن مقاطع الموسيقى معبره أكثر من مقاطع المواقع الأخرى إذا جيت بتحمل مقطع الموسيقى روح عند حساب مؤلف مقطع الموسيقى وبتشوف رسالة أو في الديسكريبشن للمقطع الموسيقي هنا يطلب تنسخ هذا في صندوق الوصف حقك ميكس كت هنا أيضاً ذكرت ميكس كت في فيديو سابق هنا ما راح تحاسي حوسة الإشيار القانوني في الملكية لأن الموقع ما يطلب نسب أو أتربيوشن والاختيار الثالث في تصنيف الموسيقى شي قاد تكون غفلت عنه ما فيه مكتبة صوتيات موجودة على قناتك في اليوتيوب اسمها أوليو لايبراري تصنيف الخطوط لهذا التصنيف تقرر تبحث في جوجل عن خطوط مجانية ويطلع لك حشرات المواقع بس أنا اخترت لك هذول الموقعين لأنه شفتهم مشهورين بجودتهم وهم فونتس سكوير ودافونت يوفروا مجموعة جيدة من الخطوط عشان تستخدم الشكل المناسب لتدعيم كلامك في حال ما أعجبك أي شي من الموجودين على البرنامج اللي تستخدمه لزيادة الاحتياط تأكد أن هذا الشيك بوكس محطوط عليه صح فوق زر التحميل أشوفك وصلت نص المشوار شكلك حاب تعرف وش هي البونسات بس قبل لا أذكرهم وش رأيك تضغط زر العجاب والاشتراك والنشر ورسالة مستقبلية للمشاهدين والمحترفين والمبتدين بعد حاب أعرفوش البرامج اللي تستخدموها اكتبوها لي في التعليقات والحين نجي للبونس إزالة الخلفية أثناء بحثي عن موقع يزيل الخلفية عن الأشياء بشكل سريع عشان أستخدمهم في تصميم الصورة المصغرة لفيديوي شفت مواقع كثيرة لكن أغلب هيطلب اشتراك والبعض الآخر شغلهم سيئة لين اكتشفت ذول الشيئين أولا موقع remove.pg يزيل خلفية من الصورة بشكل جيد بس في نقطة صغيرة زعجتني أنه يصغر دقة الصورة في النسخة المجانية والثاني برنامج ما راح تصدق أنه كان موجود على كمبيوتر كل هالوقت من دون ما تنتبه عليه برنامج paint أنا عارفة أن هناك برامج تحرير احترافية تزيل الخلفية بدقة أكثر بس تحتاج شوي التركيز من ضمنها موقع مفيد جدا إلى اللي يشتغلوا في تصميم الأعلانات والدعاية والمبتدئين على حد سواء بساعدك في تصميم الصورة المصغرة من ناحية تباين الألوان لما تختار لون النص مع لون الصورة أو الخلفية يظهر لك إذا كان الاختيار سيء أو جيد يساعد في اختيار الcolor scheme عن طريق نشات تدرجات ألوان من لونين إلى خمسة ألوان وأكثر متشابهة أو متناسقة موجود أيضا نماذج لألواح الألوان إذا ما عندك تصور عن التصميم اللي تبغاه والأهم من كل هذه الأدوات هو الأشياء المساحدة والجميلة الفيديو حديك ما راح يكون موجود إذا ما كان فيه فكرة وقصة وهنا تجي أهمية الأفكار وكتابتها حالا بالا عشان لا تنساها واتطير عليك موقع نوشن تخيل نوشن كمساحة عمل كبيرة تقال تخطط فيها على راحتك تصبط مواعيدك المهمة على تقويمك تابع عاداتك اليومية مهام على مشروع في شغلك مستخدمين نوشن يقدروا ينشؤوا ويربطوا صفحات وضيفوا أنواع محتوى مختلفة زي النصوص والصور والجداول والتقاويم تشات جي بي تي وأشهر برنامج محادثة لغة أي آي ونصنع من جماعة أوبن أي آي كوبايلت أيضا برنامج محادثة لغة أي آي ونصنع من جماعة مايكروسوفت الموقعين فيهم تشابه كبير في الخصاص لحد ما قد تسألهم يحلوا لك واجبات المدرسة ولا يكتبوا لك مشروع التخرج يساعد في صياغة السيرة الذاتية إلى وظيفة أحلامك يترجم لك من لغة لأخرى كتابة أكوال البرمجة وغيرها بس اللي أشوفه أن شات جي بي تي سلوب الكتابة فيه نوعا ما رسمية بينما كوبايلت كاجول وعصري أكثر كوبايلت متميز عن شات جي بي تي بنقطتين تقريبا وهي أنه يرفق روابط ويب للمراجع ويرسم لك أربعة نماذج لكل سؤال أو عبارة تكتبها أحب أن أبه أنه مو شرط إذا نوشن والموقعين اللي ذكرتهم الحين ناسبوني أو عجبوني معناته أنه بيعجبوك شي أكيد أنه فيه مواقع أخرى وأكثر بس حاولت أختصر لي كم قدر الإمكان والحين بعد ما صار عندكم قائمة بكل الموارد اللي تحتاجوها لإنشاء فيديو مو بس تنزلوا الفيديوهات والخطوط وتخلوهم في الكمبيوتر ينقعوا وصيروا مخلل تدو الخطوة الأولى هذا الكلام أقوله لنفسي أول قبل لا أقوله لكم وأشوفكم على خير في المرة الجاية